أول حقيقة المؤتمر الاقتصادي كان لازم في هذه الأونة والدليل قطع على ذلك أن عرض السيد رئيس الوزراء مبارح للإنجازات التي تمت في المدة السابقة كلها كان عرض جيد وشامل ومقنع مقنع مش للحضور فقط ده مقنع للشعب المصري كله ما هي كمية الإنجازات وحجمها التي تمت على مدار السنوات السابقة بالفعل هناك المؤتمر الاقتصادي عمل نقلة حضرية في أزهان المواطنين لكي يعلموا ما يدور من جانب الحكومة تجاه المواطن الماضي وتجاه الدولة المصرية أما بخصوص ما أدل به كلمة السيد الرئيس عفتا عيسيسي فكالكامة واضحة ومقنعة في أن الدولة والشعب مش اتنين دولة والشعب واحد وإن كان لازم عشان يعبر بالدولة المصرية إلى الطريق الصحيح كان لازم يكون هناك بعض التضحيات عشان نعبر زي ما قال أناية بدل منيجي نعبر برحر ما نعرفش نعديه وكانت المصارحة هي أساسها يعني مثلا منيجي نقول اللي هو بيقولك العاصمة الإدارية الجديدة وضح للناس الموازنة الدولة التي تتحمل من أجنب واحد الرئيس وضح ما مدى حاجة الدولة في القطاعات وما مدى استدافة الدولة من الإشاعات المغرضة التي تؤدي إلى هدم الدولة المصرية كل ذلك يدل دلالة وضح على أن المجتمع الاقتصادي جاء في وقته والمؤتمر الاقتصادي كان لازما لكي يتم توضيح الرؤى الاقتصادية وبالنهاردة كمان كان في الحديث عن موضوعات عدة في الاقتصاد منها ملكية الدولة وما مدى تأثيرها على المواطن وما مدى تأثيرها على الاقتصاد وما مدى تأثيرها على الاستمرار الأجنبي فإذن كل ذلك يوضح جليا أن المؤتمر الاقتصادي جاء في وقته الصحيح